على همش مشاركته بقمة محيط واحد بمدينة بغيستا الفرنسية التقى الرئيس عبدالفتاه حاسيسي رئيسة المفاوضية الأوروبية أرسولا فون دالاين خلال اللقاء أكد الرئيس عبدالفتاه حاسيسي على المكان المهمة التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي في إطار السياسة المصرية التي ترتكز على الاحترام والتقدير المتبادل في ضوء الروابط المتشعب التي تجمعهما بين الجانبين والتحديات المشاركة التي تواجهها على ضفتي المتوسط فضلا عن كون الاتحاد الأوروبي شريكا مهما في عملية التحديث التي تشهدها مختلف القطاعات التنموية في البلاد وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن فون دالاين ثمنت العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع الاتحاد الأوروبي بمصر مؤكدة على اهتمام الجانب الأوروبي بتطوير وتعميق الشراكة التقليدية مع مصر في المرحلة المقبلة بنظري إلى تشارك الجانبين في الجوار الأقليمي المتوسطي خاصة في ظل الثقل السياسي التي أو الذي تتمتع به مصر دوليا وإقليميا فضلا عن كونها همزة الوصل ما بين العالمين العربي والأوروبي كذلك مصدرا رئيسيا لصون الأمن والاستقرار في المنطقة كما تطرقها الاجتماع إلى ملف تنصيق ما بين مصر والاتحاد الأوروبي حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية لها ما في المحافلة الدولية كذا التباحث بشأن استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ العالمية المقبلة خلال شهر نوفمبر من العام الجاري في مدينة شرم الشيخ